تحت عنوان زمن الاختطاف الحقيقة زيان بقول حضراتكم يمكن أكتر هرى وقعة كانت انتشرت وتعاطف معها كل المواقع بلا استثناء مواقع عالمية عربية مواقع برضو كل الصفحات والمواقع المصرية كلهم جابوا القصة بتاعة عروس وفاة عروس ليلة زفافها في المينيا العروسة أو عروسة المينيا نانسي ميخايل الحقيقة أن القصة باختصار طبعا أن نانسي ظهر لها صور كتير قوي ويمكن دي أكتر حاجة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها عروسة توفت وهي فستان الفرح نانسي كانت فرحانة بأنها كانت هتتجوز في كنيسة في صدفة في بني مزار عشان عارسها من هناك هي أساسا من الكوم الأخضر من مغاغة نانسي ميخايل يونان مرقص عندها 19 سنة ابنة قرية الكوم الأخضر بمركز مغاغة أثناء ذهبها وهي بعد ما خلصت المكياج وعندنا أعتقد كذا صورة برضو قد إيه فعلا كانت فرحانة في فستانها ومكياجها وكمان كانت ننتشر لها فيديوهات ليها وهي في ليلة الحنة طبعا عروسة يا جماعة وفرحانة خلصت المكياج وبعدين راحت عملت الفوتو سيشن اللي هي تصورت هي وعرسها وهي رايحة من مغاغة أو من المينيا يعني هي كانت مسافرة وريحة لقرية صدفة بعد ما خلصت المكياج والفوتو سيشن رايحة لقرية صندفة عفوا اتباع المركز بني مزارة عشان يكون اتمام مراكز إكليل الزواج وهي في العربية أغمى عليها طبعا اللي معاها فكروا أن هي ممكن تكون من إجهاد الليلة دي وأنها بتبقى ليلة كبيرة وصح يا من بدري وحاجات كتيرة وممكن ما يكون قلة الأكل فالحياة بسرعة نقلوها على مستشفى عام قالوا لهم لا نقلوها على مستشفى خاص حاولوا بكل ما يمكن لكن اتضح أن هي أصيبت بأزمة قلبية هبوط حد بالدورة الدموية وقدت إلى وفتها والحياة دي يمكن برضو مشاهد انتشرت لها وهي فرحانة وبترقص وبرضو عرفنا أنه عرسها الحقيقة وصيب بصدمة كبيرة جدا ودخل المستشفى شريف اسمه شريف وكان بيقوله برضو أنه قفل صفحته الحقيقة ومش قادر أنه يتكلم مع أي حد برضو والدتها وأخوها والدها وأسرتها كلها برضو ما ظهروش ما فيش حد ظهر غير خالها مع إحدى القنوات أو مع إحدى المواقع يعني من مغاغة أو من المينيا يعني موقع كده كان مراسل ليهم راحوا تكلم مع خالها اللي حكى كل اللي أنا قلته لحضراتكم عليه ده وبرضو والدتها راحت المستشفى وطبعا إحنا بنصلي من أجلهم لأن بجد فعلا طبعا واحدة رايحة فرحة بس راحت لفرح تاني أعظم بكتير قوي يعني طبعا في السماء وإكللها في السماء مراسم تشيع أو مراسم صلاة الجناز الحقيقة كان حضر عدد كبير جدا ووالدتها قالت أن هي تم دفنها وتم يعني بالفستان الأبيض المطرونية مغاغة كانت برضو نزلت أصدارة بيان عزاء للأسرة حيث كتبت المطرونية تنتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيدة والتي توفت الأمن الأربعاء إسر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية قبل صلاة الإقليل بكنيسة السيدة العزراء مارين بقرية صندفة بمركز بني مزور وكشف بيان المطرونية أنه طبعا نانسي من أسرة بقرية القوم الأخضر بمركز مغاغة وتم دفن جثمانها بمدافن العائلة بالقرية وكان طبعا مراسم صلاة الجناز وسط مشهد مهيب من الحزن والبكاء والصراخ يعني كلنا تعطفنا ما بالبقى وضع الأسرة الحقيقة كلنا قلبنا وجعنا وجع جامد قوي أنه يعني قد إيه الفرحة وقد إيه أنه الفستان الأبيض بدل ما تتزف بيه العرسها تعتبر كفا وتزفت بيه للسماء طبعا تصرحات كثيرة قوي زي ما قلنا الصحف كلها كانت بتحاول أن هي تاخد أي التصرحات وتعرف الموضوع من قريبها وزي ما قلتلكم هي كانت عايشة في القاهرة وكانت بتشتغل هناك وأن هي راحت القرية علشان حفلة الحنة والزفاف وأنه هي منكم الأخضر ولأنه خطبها أو عرسها من قرية صندفة مركز بني مزار فكانوا قرروا أن هم عملوا الحنة في بيتها والفرح المفروض كان في الكنيسة في صندفة في بني مزار فيعني لأن برضو فيه ناس كانوا بيقولوا أن هي وهي دخلة الكنيسة توفت لا هي توفت يا جماعة وغم عليها وهي في العربية في طريقها بعد الفوتو سيشن للكنيسة يعني ما كانتش دخلت ولا وسط الكنيسة خالص وعشان نقلوها للمستشفى ولفظت أنفسها الأخيرة في مستشفى مصر المحبة ربنا يعزي كل أسرتها بصراحة وكل محبيها وعرسها وبنصلي من أجل عرسها طبعا بشكل خاص ومن أجل طبعا والدتها وولدها وكل أسرتها لأنه فعلا يعني الوضع كان صعب جدا أسرتها مكونة من أربع أفراد الأب والأم وشقيق لها وطبعا وكلهم بردو كانوا عايشين في القاهرة لكن كانوا راحوا علشان حفل عشان مراسم إلزفة في رب كده يديهم عزاء وصبر لأنه بجد فعلا يعني زي ما قلت لكم كل مواقع التواصل كانت الاجتماعي كانت اهتمت بخبر وفاتها وبأنه قد إيه كان يعني حاجة محزنة جدا جدا عندنا الحياة بردو زي ما قلت لحضراتكم أنه عريسها كان اسمه شريف ثابت وقافل صفحته ولقينا بعد خبر وفات عروسة المينيا نانسي أنه إحنا لقينا تحت عنوان زمن الاختطاف الحقيقة عدد كبير برضو من الشباب كانوا راحوا الفترة اللي فاتت منهم برضو عروسة العروسة دي كانت برضو بس كانت في الخطوبة أو كان يدوبك يعني أن هي بس خليني برضو قبل ما أختم كان انتشر حاجتين مهمين بالنسبة لنانسي طبعا أنه الموضوع أنا قلت لكم أنها اتدفنت بفستان الفرح وكله بيطلب صلاة من أجل أسرتها شاهد محمد صديقتها أو شاهد مجدي محمد الحقيقة اللي كتبته شاهد على مواقع التواصل الاجتماعي حرك مشاعر برضو ناس كتيرة وكانت بتقول محتاجة حد يفهمني حقيقي يعني هي اتكلمت شاهد أن هي صديقة عمر نانسي بتقول إزاي أكون معاكي مبارح وفي حضنك ومبسوطين بيكي وتكلميني النهاردة الصبح إزاي محتاجة حد يفهمني وانت عروسة وفي ثانية أسمع خبر موتك إزاي مش قادرة أستوعب والله لا إزاي روحتي من إيدي في ثانية إزاي الصورة دي كانت مبارح والنهاردة صورتها دي كانت مبارح وهي في الحنة وهي كانت معيها فبتقول لها إزاي الصورة دي كانت إزاي إنتي كده تروحي من إيدي في ثانية إزاي الصورة دي كانت مبارح والنهاردة أنزل صورتك وأقول ادعو لها كنت بزغرط لك الصبح وأقول لك هتبقي أحلى عروسة والله ربنا يرحمك يا نور عيني وكنت أحلى عروسة النهاردة وفرحك في الجنة هيبقى أحسن بكتير ورب صبرني عشان مش قادرة ربنا يرحمك ويصبرني على وجع قلبي عليكي حبيبتي طبعا بنقول إزاي لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة اللي بيأتي فيها ابن الإنساني لازم كلنا نكون مستعدين العروسة التانية وهي كانت في يعني انتشرت لها صور وهي كانت بختارة الشبكة والحقيقة هي برضو يستين عصام عروس المسيح يستين عصام فرقت الدنيا قبل خطوبتها بساعات وننسي طبعا قبل زفافها والحقيقة إن حتى كان ناس كتيرة من اللي كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إن إحنا حتى لو القلب بيتشوي مش بيتقلم بس إحنا ما بقناش دلوقتي يعني أبونا موسى جرجس برضو كان كاتب هو ده عن الإبنة الغالية عروسة المسيح يستين عصام ضاحي ربنا ينيح روحك الطاهرة في فردوس النعيم وتعزيات السماء الأسرة كلها فالحياة تعليقات أغلبها كان بيقول إن إحنا للأسف كل يوم بنسمع خبر موت شاب أو شابة والسماء بتجمع سكانها لقينا برضو مارلين مجدي سعد مارلين كانت توفت في نفس اليوم برضو بالنسبة مع نانسي وكتب كتير جدا من أصحابها كلام حلوة قوي عليها وإزاي إن هم برضو تفجأوا بخبر وفاتها وهتوحشينا قوي مش مصدقين إن إحنا مش هنشوفك تاني مع المسيح زاكة أفضل جدا مارلين مجدي سعد من برضو كانت الصلاة كانت أقيمت بكنيسة الإيمان عزبة العرب ربنا يعزي برضو أسرة مارلين مجدي سعد كمان لقينا النهاردة برضو مكتوب عن مهرائيل من مهرائيل سفرت السماء وتركت ابنتها اللي بتبلغ منها العمر أشهر قليلة ربنا برضو يعزي أسرتها ويصبرهم طبعا ويتولى بنتها لقينا أيضا مكتوب عن وفاة الشاب راندي جيرجس راندي عنده 28 سنة من موليد 1996 وراندي متزوج من عام 2019 وتوفى برضو من كام يوم ودي كانت صور ليه في يعني مع عرصته وكان واضح أن هم عندهم طفلة فالحيا برضو راندي أنا سألت إيه سبب الوفاة؟ قالوا أنه برضو كانت الوفاة بشكل مفاجئة من غير أي مقدمات فقد ديه برضو وجع كبير جدا كمان بشوي ميلاد بنعزي كله أسرته هو الحياة الديني أرابة يعتبر جوز جوز بنت خلتي وبرضو كان بيعاني من أمراض ومن مرض السرطان ومشاكل في الدم والحقيقة برضو بعد صراع مع المرض ربنا استرد ودعته بطلب العزاء لزوجته مرمر والدتها وكل أسرت أيضا بشوي وبطلب العزاء لكل حد لأسرت كل حد رح له عزيز عليه في الأيام اللي فاتت ده بس مجموعة يا جماعة من قد إيه فعلا أن اليومين اللي فاتوا دول عندنا وفيات بشكل كبير جدا لشباب وفتيات وهم يعني حتى وصلت لدرجة أنه هي رايحة نانسي وهي رايحة للفرع ربنا يعزي أسرت كل حد رح له عزيز عليه لأن كل قرائبنا عزيز علينا وكلهم يعني حبايبنا وبنقول كده فعلا ربنا يدي العزاء ويطبطب على قلوبك وعلى قد فعلا غلوتهم ومعزيتهم عندكم